بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي طالبات وطالبات السنوية العامة مع حلقة جديدة من حلقات مادة الكيميا التي تقدمها منصة البس مباشر بوزارة التربية والتعليم. ووضوع حالاتنا النهاردة هيكون بعنوان الكاشف عن عنيونات مجموعة محلول كولوريد البريد. قبل ما نبدأ كده مستر امجد حضرتك بس عرفنا ونفتكر كده مع بعض. الكاشف عن مجموعة مجموعة حمض الهايدروكولوريك المخفف ومجموعة حمض الكابريتيك المركز. وبعد كده نبدأ نتكلم عن النهاردة خلقتنا اللي هي مجموعة محلول كولوريد البريم وبعض الأسئلة اللي هي نقدمها لحضراتكم من خلال منصتنا منصة البس المباشر بوزارة التربية والتعليم. فضل مستر امجد. شكرا مستر احمد. السلام عليكم اعزائي الطلب والطالبات نبتدي كده مع بعض نراجع بسرعة فكرة الكاشف الاساسية في الشقوق الحمضية. ان الحمض الاكتر سباتا بيطرد الحمض الاقل سباتا من املاح. وده اعتمدنا عليه في مجموعة حمض الهايدروكلوريك. فلاقينا حمض الهايدروكلوريك اكتر سباتا من املاح كل من احماض الكربونيك والكابريتوز والسايوكابريتيك والهايدروكابريتيك والنيتروز. فعشان كده استخدمناه في الكشف عن هذه الانيونات. فلما جبنا ملح الصلب وضفنا عليه حمض الهايدروكلوريك المخفف كان بيحصل عندي احتمال من خمسة. يا اما يحدث فوران شديد وتصاعد غاز يعكر ماء الجيل الرائق اللي هو غاز ساني اكتر كربون وفي الحالة دي الانيون بتاعي يكون يا اما كربونات يا اما بي كربونات. يا اما يحدث تصاعد لغاز له رائحة نفازة يخضر ورقة مبللة بمحلول ساني كرومات البوتاسيوم المحمدة بحمل الكابريتيك وفي الحالة دي الغاز بيكون هو غاز ساني اكسيد الكابريت والانيون هو الكابريتيك. لو حصل لتصاعد نفس الغاز ولكن مع ظهور مادة صفراء او راصب اصفر معلق في الانبوبة يبقى في هذه الحالة الانيون بتاعي هو السايو كابريتيك. الاحتمال الرابع لو تصاعد غاز عديم اللون له رائحة كريهة يسود ورقة مبللة بمحلول خلات الرصاص او محلول اسيتات الرصاص السنائي بفي هذه الحالة الغاز هو كابريتيد الهيدروجين والملح يكون هو الانيون الكابريتيد. اما اذا تصاعد غاز عديم اللون داخل الانبوبة يتحول الى ابخرة بنية حمراء عند فواهة الانبوبة فبيكون الغاز في هذه الحالة هو غاز اكسيد النيتريك وبيتحول الى ثاني اكسيد نيتروجين عند ملمسة للاكسوجين وبيكون في هذه الحالة ان الانيون هو النيتريك. لو خدنا كمان بسرعة كده تجربة تأكيدية بتاعت كل واحد فيهم عشان اميز ما بين الكربونات والبيكربونات ما باستخدمش حمض الهايدروكلوريك باستخدم محلول كابريتات الماغنيسيوم فبيكون راصب ابيض على البارد في حالة الكربونات بيكون راصب ابيض بعد التسخين في حالة البيكربونات وفي الحالتين الراسب هو كربونات الماغنيسيوم وده بيدوب في حمض الهايدروكلوريك المخف. استخدمنا بعد كده كاشف تاني اللي هو نطرات الفضة للتمييز ما بين الكابريتيت والكابريتيد في حالة الكابريتيت بيتكون راصب ابيض يسود بالتسخين في حالة الكابريتيد بيتكون راسب أسود مباشرة استخدمنا محلول اليود اللي هو كان لون بني وبيزول هذا اللون البني مع السايوكابريتيد استخدمنا محلول برمنجينات البوتاسيوم المحمدة مع النيتريت ويزول هذا اللون بنفس جل البرمنجينات عند إضافته إلى محلول ملح النيتريت ده كده التجربة الأساسية والتأكدية يا مستر أحمد مع مجموعة أنيونات حمض الهايدروكلوريك وحضرتك ترجع لنا على الجزء بتاع مجموعة حمض الكابريتيد شكرا مستر أمجد طبعا حضرات كلنا مجموعة حمض الكابريتيك والأساس العلمي للكشف إن حمض الكابريتيك بيكون أكثر سباتاً من أحماض العيدرو كلوريك والعيدرو بروميك والعيدري Southüку من أحماض الهندرك والعيدرو بروميك والعيدرو يوديك وحمض النيتريك ولذلك حمض الكابريتيك قلنا بيكشف عن أربع أيونات الكروريد والبروميك واليوديد والنطرات التجربة الأساسية تعودنا دائماً نقول أن التجربة الأساسية بنستخدم الملح الصلب وبنضيف له الكشف المناسب اللي هو حمض الكابريتيك المركز والتسخي lokal فاحنا بنكشف عن أربع أنيونات يبقى معنا أربع احتمالات هطلع غاز عديم اللون ده تلت حالات والحالة الرابعة اللي هي الأبخرة البلنية الحمراء اللي هي غاز زانوكسيد النيتروجين وبنقول إن الأنيون هو النيترين التلتة احتمالات الأولى اللي هو الغاز عديم اللون إما غاز عديم اللون يكون سعب بيضاء مع ساق زوليجية موللة بمحلول النشادر وقلنا الغاز ده كولوريد الهيدروجين والأنيون بيكون الكولوريد أو غاز عديم اللون بيتأكسد جزئيا بفعل حمض الكابريتيك المركز وبتنفصل أبخرة برتقالية حمراء زي ما قلنا بتصفر ورقة مبللة بمحلول النشادر يبقى ده بروميتر هيدروجين وكده يبقى الأنيون البروميت أو الغاز عديم اللون بيتأكسد أيضا جزئيا بفعل حمض الكابريتيك المركز بس تنفصل أبخرة بنفسجية من أبخرة اليود عند تسخين الحمض وهذه الأبخرة بتزرق ورقة مبللة بمحلول النشا الغاز ده يوديد الهيدروجين وكده الأنيون اليوديد بدأنا نعمل التجارب التأكدية ونتأكد عن هذه الأنيونات كاشف واحد استخدمناه وهو نطرات الفضة وقلنا ده إن كده خمس استخدامات نطرات الفضة وهناخد الاستخدام السادس لمطرات الفضة مع أنيون الفوسفات نطرات الفضة بضفها المحلول الملح في هذه المجموعة أو في الكاشف عن هذه المجموعة أو أنيونات هذه المجموعة بيتكون إما راصب أبيض أو راصب أبيض مسفر أو راصب أصفر راصب أبيض بيتحول إلى اللون بنفسي في ضوء الشمس المباشر ويزوب وفرة في محلول النشادر ده الكولوريد أو راصب أبيض مسفر من بروميد الفضة بيقتمي لونه أيضا عند تحرضه لضوء الشمس ولكن يزوب ببطئ في محلول النشادر ده البروميد أو هيطلع راصب أصفر من يوديد الفضة وهذا الراصب لا يزوب في محلول النشادر ده اليوديد أما أن يقوم النطرات نكشف عنه بتجربة تأكيدية وهي تجربة الحلقة البنية اتكرنا كده تجربة الحلقة البنية أننا بضيف محلول ملح النطرات المجهول إلى محلول كابريتات حديد 2 حديثة التحضير ثم نقض من حمض كابريتيت المركز على جدار الأنبوبة بتتكون حلقة بنية تزول بالرج أو التسخين الهي وكده يبقى راجعنا على الكاشف عن أنيونات الكربونات والبيكربونات والكابريتيت والكابريتيت والنيتريت والصيوكابريتات بـ HCL وبعض التجارب التأكيدية والكاشف عن أنيون الكولوريد والبروميد واليوديد والنطرات بحمض الكابريتيت المركز وبعض التجارب التأكيدية لهذه المجموعة المجموعة التي التالتها مستر أمجد وهي مجموعة محلول كولوريد البريا حضرتك بقى كده هتقول لنا بنكشف عن كولوريد البريا ماذا؟ أنيونات اللي هيتم الكاشف عنها وفكرة الكاشف هكون أو أساسها العلمي سببه فضل مستر أنجاد شكرا مستر أحمد عندنا في أنيونات الأحماض بتاعتها أحماض ثابتة تماما زي حمض الفوسفوريك اللي الملح بتاعه أو الأنيون بتاعه هو الفوسفات وحمض الكابريتيك اللي هو الأنيون بتاعه اللي هو أنيون الكابريتات هذه الأنيونات لا تتفاعل مع حمض الهايدروكلوريك مش هيقدر حمض الهايدروكلوريك يتردها من أملحها ولا حمض الكابريتيك طبعا لأنه هو في أنيون منهم هو أنيون حمض الكابريتيك نفسه زي ما احنا شايفين كده أنيون الفوسفات وأنيون الكابريتات من الأنيونات التي لا تتفاعل مع حمض الهايدروكلوريك ولا مع حمض الكابريتيك المركز الساخن عشان كده نكشف عن هذه الأنيونات باستخدام محلول كلوريد البريوم بطريقة التبادل الآيوني ومش زي الفكرة بتاعة بقية الشقوق الحمضية كلها أن الحمض الأكثر سباتا يطرد الأقل سباتا لأن مجرد أن أنا بجيب محلول ملح وبضيفه على محلول الملح اللي عندي فبيحصل ما بينهم تبادل مزدوج وبيتكون راسب من خواص هذا الراسب بقدر أتعرف على نوع الأنيونات اللي قدامي فلما بجيب محلول كلوريد البريوم وبضيفه على محلول الملح خلوا بالكم أن احنا من أول المجموعة دي من أول مجموعة أنيونات محلول كلوريد البريوم أنا ما باستخدمش الملح الصلب خالص بقى خلاص أنا باستخدم محلول الملح حتى إن شاء الله في الحصة اللي جاية هنستخدم محلول الملح في الكشف عن الشقوق القاعدية أو الكاتيونات فاحنا من أول نهاردة دايما كشفنا عن محلول الملح فبضيف محلول كلوريد البريوم إلى محلول الملح فبيتكون راصب أبيض في الحالتين في حالة الفوسفات وفي حالة الكابريتات طب هتعرف عليهم إزاي أو هميزهم إزاي كده لسه ما ميزتش حضيف حمض الهايدروكلوريك المخفف للراسبين اللي تكونوا إذا زاب هذا الراصب في حمض الهايدروكلوريك المخفف يكون الراصب هو فوسفات البريوم وطبعا الأنيون بتاعي في هذه الحالة يكون هو أنيون الفوسفات نشوف كده المعادلة مع بعض عندنا 2NA3PO4 مع 3BACL2 بيطلع لنا 6NACL زائد بA3PO4B2 ده هنا الراصب الأبيض الذي يزوب في حمض الهايدروكلوريك المخفف ولو نلاحظ هنا في المعادلة دي ما حصلش عمليات أكسادة واختزال السوديوم دخل موجب واحد طلع موجب واحد الفوسفور دخل موجب خمسة طلع موجب خمسة الأكسوجين سالب 2 طلع سالب 2 البريوم كذلك موجب 2 طلع موجب 2 الكولوريد دخل سالب واحد برضو طلع سالب واحد ما حصلش عمليات أكسادة واختزال في هذا التفاعل وده بيدل على أن هنا حصل عملية تبادل آيوني وليست عملية كشف زي اللي كنا بنعمل قبل كده أن حمض يطرد حمض من الملح التاع ده بالنسبة للتجربة الأساسية بتاعة الفوسفاد ولو حدث تقول لنا مستر أحمد التجربة الأساسية لملح الكابريتات بالنسبة للكشف عن أنيون الكابريتات بالنسبة برضو بنقول نفس الكلام محلول الملح زائد محلول كولوريد البريم بيتكون راصب أبيض يبقى لحظنا كده أن الراصب الأبيض بيتكون مع أنيون الفوسفاد ومع أنيون الكابريتات بس هنميز بين الراصب الأبيض المتكون مع الفوسفاد أنه بإضافة أي حمض مخفف بيزوب هذا الراصب أما مع أنيون الكابريتات الراصب الأبيض لا يزوب في حمض الهيدروكوريك المخفف يبقى لو جينا نميز بنقول أي كاشف يصلح للتمييز بين فوسفاد البريم وكابريتات البريم أنا أضيف في الحالة دي حمض الهيدروكوريك المخفف إذا اختفى الراصب الأبيض بنقول أنه أنيون الفوسفاد لم يختفي الراصب الأبيض ده بنقول أنيون الكابريتات فاللي طلع قدامنا راصب أبيض لا يزوب في حمض الهيدروكوريك المخفف قلنا الراصب هو كابريتات البريم وكده الأنيون بيكون الكابريتات لو جينا بقى نترجم الكلام ده لمعادلة التفاعل تعودنا دايما أننا بنكشف عن الشق الحمضي فبنثبت الشق القاعدي اعتبرنا أن الشق القاعدي هو السوديوم يبقى عندنا كده كابريتات سوديوم هفعلها مع محلول كوريد البريم بي اي سي اللي تو هيطلع البي اي سو افور زي ما حضراتكم شايفين وهذا اللي هو الراصب الأبيض بتاع كابريتات البريم اللي احنا لو ضفنا له حمض العيدروكوريك المخفف لا يزوب هذا الراصب يبقى تجربة الكاشف عن مجموعة محلول كوريد البريم ونخشف فيها عن أنيونين أنيون الفوسفات وأنيون الكابريتات تجربة الأساسية إن احنا بنضيف محلول كوريد البريم إلى محلول الملح بيتكون راصب أبيض في الحالتين بنضيف حمض العيدروكوريك المخفف إلى الراسب الأبيض إذا اختفى الراسب يبقى ده فوسفات لم يزوب الراسب يبقى ده كابريتات نبدأ بقى نتأكد عن موجود هذه الأنيونات ببعض التجارب التأكيدة التجربة التأكيدية زي ما احنا عارفين حتى من بداية الكشف عن الشقوق الحمضية احنا بنستخدم محلول الملح وإحنا قلنا أن احنا هنستخدم محلول نطارات الفضة ست مرات تعالوا نفتكرهم كده مع بعض استخدمناه مرتين في المجموعة بتاعة حمض الهايدروكوريد لما ميزنا ما بين الكابريتيت والكابريتين في حالة الكابريتيت كان بيدي راصب أبيض يسود بالتسخين في حالة الكابريتيت كان بيدي راصب أسود مباشرة استخدمناه ثلاث مرات في مجموعة أنيونات حمض الكابريتيك مع الكولوريد والبروميد واليوديل وكان فيهم تدرج واضح فكان عندي مع الكولوريد راصب أبيض يتحول بنفسجي عند تعرضه للضوء ويزوب فيه محلول النشادر المركز مع البروميد بيتكون راصب أبيض مسفر يهتم لونه عند تعرضه للضوء ويزوب ببطء فيه محلول النشادر المركز مع اليوديل كان بيدي راصب أصفر ولكنه لا يتغير لونه وفي نفس الوقت لا يزوب فيه محلول النشادر المركز المرة الستة والأخيرة لمحلول نطرات الفضة في الكشف عن أنيون الفوسفات فبيتكون برضو راصب أصفر من فوسفات الفضة بيزوب فيه محلول النشادر وحمد النيتري يبقى إزاي أميز ما بين الراسب الأصفر بتاع يوديد الفضة والراسب الأصفر بتاع فوسفات الفضة أضيف محلول النشادر إذا زاب الراسب يبقى في هذه الحالة هو الفوسفات إذا لم يزوب الراسب يبقى في هذه الحالة هو اليوديد يبقى لما أتكون راصب أصفر زي ما احنا شايفين كده في الصورة يبقى الراصب ده هو فوسفات الفضة ويبقى الأنيون بتاعي هو الفوسفات وبرضه لما بنيجي نكتب المعدة زي ما مستر رحمد دايما يقول لنا ان احنا بنسبت الكاتيون مع السوديوم وبناخد الأنيون يبقى عندنا فوسفات السوديوم مع نطارات الفضة بيتكون نطارات سوديوم وراسب أصفر من فوسفات الفضة يزوب في محلول النشادر وفي حمض حمض النيتريك طيب نشوف التجربة التأكدية بتاعة الكابريتات مع حضرتك مستر رحمد طيب مستر قمجة طبعا عشان نتأكد من وجود الكابريتات قلنا ان انا هاخد محلول الملح واضف له محلول أسيتات الرصاص بيطلع معنا هنا راصب أبيض من كابريتات الرصاص بنقول ان الأنيون هو فعلا الكابريتات بنقول معادل التفاعل ان كابريتات السوديوم مع أسيتات الرصاص بيتكون راصب أبيض من اللي هو كابريتات الرصاص يبقى دي التجارب التأكدية والتجارب الأساسية لكشف عن محلول كوريد مجموعة محلول كوريد البريم نقولها تاني بسرعة احنا عندنا كم أنيون عندنا أنيونين أنيوني الكابريتات والفسفات تجربة الأساسية ان احنا ضفنا محلول كوريد البريم الى محلول الملح المجموول تكون راصب أبيض في الحنتين فبنقول ان الراصب الأبيض لو ضفنا وده بعاذ الراصب بقى ده بسرعة ضفنا ولم يجوب الراصب بقى ده كابريتات وده احنا نتأكد بمحلول مطرات الفضة تتكون راصب أسخر والراصب ده دات بمحلول المسادر بقى الراسب الأسخر بتاع مجموعة الفضة تأكدنا أيضا عن أنيون الكابريتات بأسيتات الرصاص هيطلع راصب أبيض والراصب أبيض المتكون هيكون كابريتات الرصاص كده احنا وصلنا لنهاية الكشفة عن الشفوق الغمضية أو الأنيونات والثلاث مجموعات اللي اتكلمنا عنهم ولجعناهم المعارضة مجموعة حمب الهيدروتوريك المخفف ومجموعة حمب الكابريتات المركز ومجموعة محلول كريد بريم المجموعة الأولى كان معانا 6 أنيونات المجموعة التانية معانا 4 أنيونات المجموعة التالية بتاع كريد البريم دي كان فيها أنيوني نبدأ بقى كده مع بعض نقيس نواكب التعلم ونشوف احنا في إيهنا ولو طلع الدرجة إيه بالنسبة لمستوى الأداء أو مستوى الفاء من المعلومات النظرية اللي اتكلمنا عنها نشوف بعض التمرين رضا نتعلم بقى مع التمرين الأول شكرا مستر أحمد التمرين الأول بيقول لي عندي أزواج من الأملاح نتريت سوديوم وكاربونات سوديوم وعندي كابريتيت سوديوم وكابريتات سوديوم وعندي كابريتات سوديوم وفوسفات بوتاسيوم وعندي يوديت بوتاسيوم وكابريتات نحاسة والسؤال بتاعنا بيقول أي الأزواج السابقة يمكن استخدام حمض الهايدروكلوريك المخفف للتمييز بينهما على حدة يعني هاخد أنهي اتنين من دول وأقدر أميز ما بينهم باستخدام حمض الهايدروكلوريك المخفف طبعا لو جينا نقول نتريت السوديوم وكاربونات السوديوم هستخدم حمض الهايدروكلوريك في الحالة الأولى هيتكون غاز عديم اللون ويتحول إلى البني المحمر عند الفواهة مع الكاربونات هيتكون غاز عديم اللون برضو مع حدوث فوران شديد ويعكر ماء الجيل الرائق عند أمره فيه لفترة قصيرة يبقى أنه كده أقدر تميز ما بين النيتريت والكاربونات طيب نشوف الحالة التانية في حالة الكابريتيت والكابريتيت هيدروكلوريك مخفف مع الكابريتيت حيتصاعد غاز عديم اللون له رائحة نفازة يخضر ورقة مبللة لابسان كورومات البوتاسيوم المحمدة يبقى أنه كده طلعت الكابريتيت أما الكابريتات فقلنا ده ما بيتفاعلش مع حمد الهايدروكلوريك المخفف يبقى برضو حقدر أميز ما بين الزوج الآخر يبقى أنه كده عندي الواحد واثنين حقدر أميز ما بينهم طيب نشوف تلاتة واربعة كده مع بعض كابريتات السوديوم وفوسفات البوتاسيوم طبعا الكابريتات والفوسفات الاثنين ما بيتفاعلوش دول اتنين ما بيتفعلوش مع حمض الهايدروكلوريك وبالتالي مش هقدر اميز ما بينهم بل الاختيار بتاعي هو الاختيار رقم به النيتريت والكربونات والكابريتيت والكابريتات اقدر اميز ما بين كل اتنين منهم باستخدام حمض الهايدروكلوريك المخافف السؤال اللي بعده بيقول لي اذا كان لديك مخلوط من كابريتات بريوم وفوسفات بريوم عندي خليط من الكابريتات والفوسفات الاتنين مع بعض أي مما يلي يعد صحيحا الاختيار الأول بقول لي يمكن فصل كل منهما عن الآخر بإضافة الـ HCL المخفف مع الترشيح طبعا هنا لو ضفت الـ HCL حيدوب الفوسفات مش حيدوب الكابريتات لما حرشح يبقى أنا كده فعلا فصلت الاثنين عن بعض طيب نشوف الاختيار الثاني يمكن فصل كل منهما عن الآخر بإضافة الماء والترشيح طبعا هما الاثنين رواصب مش حيدوبوا في الماء بجملة دي خطأ الكابريتات لا يزوف في الماء ويزوف في الـ HCL طبعا ده خطأ لأن الكابريتات لا بيدوف في الماء ولا بيدوف في الـ HCL الفوسفات بيدوف في الماء ويزوف في الـ HCL برضو خطأ لأن الفوسفات لا يزوف في الماء ولكنه بيزوف في الـ HCL يبقى احنا عندنا الاختيار الأول هو الاختيار الوحيد الصحيح في هذه الاختيارات إن أنا أقدر أفصل ما بين خليط الفوسفات وكابريتات البريوم باستخدام حمض الهايدروكلوريك المخفف فيزيب الفوسفات ولا يزيب الكابريتات أرشح يوم ينفصل الكابريتات عن الفوسفات نشوف السؤال اللي بعده مع مستر أحمد ده فكرة الحلقة هي في الشريحة دي اللي عندي فوسفات البريوم راسب أبيض بيزوب في حمض الهايدروكلوريك المخفف وإنما كابريتات البريوم راسب أبيض لا يزوب في حمض الهايدروكلوريك المخفف عشان كده يمكن فصل كل منهما بإضافة الـ HCL والترشيح تفضل مستر أحمد شكراً مستر أمجد دي ريت كده معايا كده حضرات ورق أو ألم ونشوف المطلوب من هذا السؤال بيقول عند إضافة محلول نطرات الفضة إلى محلولي الملحين A وB عندك ملح A محلول ومحلول ملح B تكون راسب X في حالة المحلول الملح A هذا الراسب يزوب بسرعة في محلول النشادر المركز وتكون راسب Y في حالة محلول الملح B بس هذا الراسب يزوب ببطء في محلول النشادر المركز فإن الراسبين X و Y على الترتيب هما طبعاً كده عرفنا مفتاح الإجابة في كلمة محلول النشادر المركز ويزوب الراسب بسرعة ويزوب الراسب ببطء نبدأ نشوف الاختيارات بتاعتنا X كان كولوريد فضة و Y بروميد فضة ولا X بكولوريد فضة وال Y يوديد فضة ولا هكون X بروميد الفضة وال Y يوديد الفضة ولا X يوديد فضة وال Y كبرئتات البرية نرجع للسؤال راسب X من عند إضافة محلول نطرات الفضة مع الملح A يزوب بسرعة في محلول النشادر يبقى معناها أن كان X ده اللي هو كولوريد الفضة اللي هو راسب أبيض يقتم في ضوء الشمس المباشر ويتحول إلى لون قلب نفسي ويزوب بسرعة في محلول النشادر المركز أما الراسب Y اللي هو في حالة محلول الملح B يزوب ببطء في محلول النشادر طبعا هو هنا مداش مقليش مين لون الراسب لون الراسب كان الراسب الأبيض المسفر اللي بيزوب ببطء في محلول النشادر وده كان مع أنيون البروميد يبقى ال X هتكون كوروريد فضة وال Y البروميد الفضة ده بالنسبة برضو تاني بنأكد على استخدامات نطرات الفضة ست استخدامات لنطرات الفضة بدأت ممكن أجاوب بشكل تاني إن أنا عملتها كمعادلة التفاعل وقلنا ال A اتفاعل مع نطرات الفضة A G N 3 قد X وال X ده كان صلد أو راسب وإن ال B اتفاعل مع A G N 3 وقد Y وال Y ده كان راسب أو صلد الراسب X في حالة المحلول الملحة A يزوب بسرعة في محلول المشادر دي البيانات للسؤال عن هالي والراسب Y في حالة المحلول الملحة B يزوب بطء في محلول المشادر المركز إذا ال X A G C L وال Y A G B R ونبدأ نغير شكل المعرض فضل مستر عمد للسؤال الرابع شكرا مستر أحمد عندنا السؤال بيقول عند معالجة المادة X بحمد الكابريتيك المخفى في تصاعد غاز عديم اللون يعكر محلول هيدروكسيد البريوم معنى كلمة يعكر دي أنه هو بيكون مادة لا تزوف الماء يعني مخلوط أنه بيكون راسب يعني طيب أنا لغاية دلوقتي ما استخدمتش هيدروكسيد البريوم في حاجة لغاية دلوقتي أنا معرفتش المادة X D A طيب إنما كمالة السؤال هو اللي حيعرفني أنه بيقول لي ويخضر ورقة مبللة بمحلول ثاني كرومات البوتاسيوم المحمد طبعا مين الغاز اللي بيخضر ورقة مبللة بمحلول ثاني كرومات البوتاسيوم المحمدة طبعا ده هنا هو غاز ثاني أكسيد الكابريت يستدل من هذه المشاهدات على أن المادة X تحتوي على أنيون مين طبعا أنا حشوف الاختيارات بتاعتي وحشوف مين في الأنيونات اللي يطلع لي غاز ثاني أكسيد الكابريت لما أضيف عليه حمض مخفف الكابريتيت ولا الكابريتيد ولا الكاربونات ولا النيتريت طبعا في الحالة اللي قدامي هو الأنيون اللي بيطلع غاز ثاني أكسيد الكابريت هو أنيون الكابريتيت الكابريتيد بيطلع كابريتيد الهايدروجين ده بيسود أسيتات الرصاص بمالوش دعوة بمحلول ثاني كرومات البوتاسيوم الكاربونات بيطلع ثاني أكسيد كربون برضو ما بيتأكسدش بكرومات البوتاسيوم النيتريت حيطلع لنا الان او وبرضو بيتحول مباشرة إلى الان او تو في الهواء الجوي مش محتاج لعامل مؤكس يبقى أنا هنا عرفت الأنيون بتاعي من الملحوظة التانية هو الغاز اللي طالع بيفضر ورقة مبللة بساني البوتاسيوم المحمد نشوف السؤال اللي بعده السؤال بيقول أي العبارات تصف الطريقة العملية المستخدمة للكشف عن الأنيونات الآتية وهو هنا محدد لي أنيون الكابريتات وحطط لي أربع طرق للكشف عن هذا الأنيون هل أضيف محلول الأمونيا المائي وده بيؤدي إلى تكون رصب أزرق طبعا إحنا ما قلناش أن محلول الأمونيا أصلا ممكن يتفاعل مع أنيون الكابريتات ويديني رصب أساسا لأن زي ما قلنا قبل كده أن جميع أملاح الأمونيوم قابلة للزوان في الماء يبقى مش هيتكون رصب أصلا لما ضيف محلول الأمونيا إلى محلول ملح كابريتات طب إضافة أحجام متساوية من حمض النيتريك المخفف ثم نطارات الفضة وهذا يؤدي إلى تكون رصب أبيض حمض النيتريك مش هيترض الكابريتات وبالتالي برضو الطريقة دي طريقة مستبعد إنما لما أقول إضافة أحجام متساوية من حمض النيتريك المخفف ثم محلول نطارات البريوم نطارات البريوم بالضبط مثل كولوريد البريوم سيكون رصب أبيض مع أنيون الكابريتات ولا يزوب في حمض النيتريك المخفف يبقى هنا أقدر أميز أو أقدر أكشف عن أنيون الكابريتات الاختيار الأخير إضافة أحجام متساوية من محلول كولوريد هيدروكسيد السوديوم وإضافة محلول نطارات البريوم بيؤدي ركوان رصب أصفر إحنا عارفين برضو أن رواصب الكابريتات كلها لونها أبيض ما هياش لونها أصفر مهم أوي أن أنا وأنا بشوف الاختيارات أطبق الكلام اللي أنا أخدته على الاختيار الأدامي هل الاختيار ده من ضمن المعلومات اللي أنا عارفها عن أنيون الكابريتات ولا لا لو من المعلومات اللي أنا عارفها يبا احتمال يكون صح وإنما لو معلومة برخ خالص أنا بعيدة أصلا وما بيحط ليش سؤال مش هيخطر على دماغ بني آدم لا هو السؤال من ضمن المعلومات اللي أنا أخدتها بس هو بيحاول يشوفني أنا فاهم ولا لا هل حقدر حل المعلومة اللي هو من الدهاني هل حقدر أطبق المعلومة اللي أنا أخدتها على المشكلة اللي هو حطتها قدامي ولا لا نشوف السؤال اللي بعده مع مستر أحمد أي العبارات التالية تصف الطريقة العملية المستخدمة للكشف عن الأنيونات ده الأتيع ده استمرار للسؤال السابق بس هو قال لنا هنا قال هنا إضافة أحجام متساوية من حمض الهايدروكلوريك المخفف ثم تسخين وهذا يتسبب في إنتاج غاز يغير لون ورقة الترشيح المبللة ببرمنجنات البوتاسيوم المائية المحمضة من اللون الأرجواني إلى عديم اللون يعني كده هيزول اللون البنفسيجي حمض الهايدروكلوريك هيتفاعل مع أنيون الكابريتيت وبيتزاعد غاز للسائلين ودلوقتي هو ثاني أكسيد الكابريت بس كنا بنستخدم في الكاش ساني كورومات البوتاسيوم المحمضة يتغير لونها من اللون البرتقالي للون الأخضر طب ما إحنا لو استخدمنا ببرمنجنات بوتاسيوم هي أيضا مادة مؤكسدة هيبدأ يحصل تفاعل مع غاز ساني أكسيد الكابريت ويتغير اللون البنفسيجي أو يزول اللون البنفسيجي للبرمنجنات احتمال الإجابة دي صحيحة نبدأ نشوف بقى الاختيارات إضافة أحجام متساوية من N-A-O-H المخففة من الصودة الكاوية المخففة ثم التسخين أسف هنا تبقى من محلول الصودة الكاوية المخففة ثم التسخين وهذا يتسبب إنتاج غاز يغير لون ورقة عباد الشمس الرطبة إلى اللون الأزرق طبعا هنا الاختيار ده مرفوض تماما إضافة محلول الأمونية الماء وهذا يؤدي إلى تكوين راسب أصفر مع هيدروكسيد الأمونيوم مش هيحصل تفاعل إضافة أحجام متساوية من حمض النيتريك المخفف ثم نطرات الفضة وهذا يؤدي إلى تكوين راسب طبعا إجابتنا تكون الاختيار الأول إنه هتفاعل حمض الهيدروكوليك مع أنيون الكابريت هتصعب غاز ساني أكسيد الكابريت إلا هتفاعل مع بيرمنجناتة بتاسيا من محمضة ويتغير لونها من اللون الأرجواني إلى اللون عديم اللون وده يبقى الإجابتنا لاختيار رقم ألف شوف السؤال اللي بعدين مع مستر أمجاد شكرا مستر أحمد السؤال بيقول من الاختيارات الآتية حدد الخطوات التي يمكن اعتبارها أخطاء يجب تجنبها أو يلزم تغييرها لإجراء تكروبة الحلقة البنية بنجاح طبعا احنا عارفين تجربة الحلقة البنية زي ما وصفناها المرة اللي فاتت محتاجة مواصفات خاصة قوي وأنا بعملها وإجراءات دقيقة جدا عشان تطلع التجربة معايا تجربة نجحة واشوف الحلقة البنية واضحة كان من ضم الحاجات اللي احنا قلناها احنا قلنا انه بنضيف محلول كابريتات حديد اتنين حديث التحضير إلى محلول الملح اللي هو ملح النطرات وبعدين بنبدي نضيف قطرات من حمد الكابريتيك المركز باحتراس على جدران الأنبوبة الداخلية فبيتظهر الحلقة البنية على حد الفاصل ما بين المحلولين وبتزول هذه الحلقة بالرج أو بالتسخين تعالوا نشوف الاختيارات اللي هو حتطهالي هنا أو الإجراءات اللي هو حتطهالي ونشوف مين فيهم الإجراء الخاطئ أو نشوف مين في دول الإجراءات الخاطئ أول حاجة استخدام كمية صغيرة من محلول مركز من كابريتات الحديد السنائي الذي تم تحضيره بالفعل في اليوم السابق في أنبوب طبعا هنا احنا قلنا ان كابريتات حديد اتنين لازم يكون حديث التحضير فكون ان انا بحضرها في اليوم السابق يعني معنى كده انها خلاصت اكسدت الى كابريتات حديد سلاسي بقى مش هتديني أصلا تجربة الحالة القلبونية وبعدين احنا عارفين برضو من ضمن الحاجات التانية ان احنا بنضيف كمية وفيرة أو كمية كبيرة يمكن ضعف كمية الملح الأصلي من محلول كابريتات حديد اتنين هو ايه اللي هنا كمية صغيرة طيب الإجراء التاني بيقول لي إضافة كمية صغيرة من محلول ملح النطرات مباشرة الى انبوب اختبار يختوى على كابريتات حديد سنائي طبعا الاجراء ده اجراء صحيح طب الإجراء التالت إضافة بعض قطرات من حمض الكابريتيك المركز مباشرة الى خليط التفاع يعني مش باحتراس ومش على جدران الانبوبة زي ما كنا بنقول في وصف التجربة برضو ده اجراء خطأ الاجراء الرابع اللي هو تسخين الخليط النهائي جيدا حتى تظهر الحلقة البنية احنا قلنا اصلا الحلقة البنية تزول بالرج أو بالتسخين يبني عندي ثلاث اجراءات هنا خطأ الاجراء الاول والاجراء التالت والاجراء الرابع دول اربع خطوات خطأ اتعملوا يؤدوا الى عدم تكون الحلقة البنية انا هاختار الاختيار رقم الف الخطوة واحد وثلاثة واربعة دي الخطوات اللي انا لازم اغير فيها عشان تظهر الحلقة البنية اه نشوف السؤال اللي بعده مع مستر احمد وبعد كده نجاوب على السؤال اللي احنا طرحنا اتفضل مستر شكرا مستر امجد طبعا يا ريت برضو ورع وقلم معنا عشان السؤال هيكون فيه شرحتين هذا السؤال بالتحديد عشان مش هنرجع للسؤال تاني لو قلنا كده اعطى احد الطلاب خمسة محاليل مجهولة من المحلول اي الى المحلول اي واخبرة انها املاح سوديوم طبعا الكاتيون ثابت وهو السوديوم مع الخمس انيونات المختلفة ولدى الطالب فقط HCL مخفف فيه عند حضرتك حمضة هيدروكوليك مخفف وبعض من نطرات الفضة ده المتوفر قدامي في المختبر ولا توجد اي ادوات اخرى بالمختبر اللي حصل ايه بقى يقول اضافة طالب HCL المخفف الى عينة واحدة من كل محلول اخدنا كل محلول من المحليل الخمسة وضفنا لعينة واحدة منهم حمض الهايدروكوليك المخفف واضافة محلول نطرات الفضة الى عينة اخرى يبقى احنا اسلنا المحليل الخمسة لعينتين عينة منهم ضفنا HCL المخفف والعينة الاخرى ضفنا محلول نطرات الفضة يوضح الجدول الاتي الملاحظات الخاصة بكل تفاعل جايب جدول والجدول ده بيعبر عن التفاعل مع نطرات الفضة والتفاعل المرة الاخرى مع هند الهايدروكوليك فبقول الملح ايه تكون راسب اصفر مع نطرات الفضة لكن مع HCL ما فيش ملاحظات الملح بيه او المحلول الملح بيه ما فيش راسب متكون بس مع HCL تكون غزعة دي من لون تحول الى ابغارة بنية حمراء الملح سي او محلول الملح سي تكون راسب اسود اما مع HCL الناتج كان غاز عديم اللون وزي رائحة كريهة الملح دي ما فيش راسب مع الاجينوسري بس طلع راسب اسفر مع حمض الهايدروكوليك المحلول الملح ايه ما فيش راسب مع نطرات الفضة بس طلع غاز بني اي محلول يحتوي على الارجح على نتريت السوديوم ن ايه ان اوتو طبعا نتريت السوديوم مع حمض الهايدروكوليك هيطلع غاز عديم اللون يتحول الى ابغارة بنية حمراء عند فوهة الانبوب لهو قال غاز عديم اللون وقال هنا غاز بني ومع النطرات ما فيه عدم تكون راسب يبقى الاحتمال عندي هيكون بي وإي وباقي الاختيارات هيكون مرفوضة هنا الاجابة هنا وضحت السؤال تقريبا ان الغاز العديم اللون يتحول الى ابغارة بنية حمراء ده اللي هو بيطلع مع انيون النتريت وبالتالي هيبدأ اسألني الاختيار سي ولا دي ولا هيكون الاختيار بي ام الاختيار اي طبعا اجابتنا هكون الاختيار بي لان هنا معنى طرات الفضة ما فيش هيتكون راسب لا يتكون راسب اما مع حمض الهيدركلوري ده الكاشف المناسب لتكاشف عن انيون النتريت وبيتصاعد غاز عديم اللون يتحول الى ابغارة بنية حمراء عند فواهة الانبوبة يبقى الاجابة بتاعتنا يكون الاختيار بي كده وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة مع اطيب التمانيات بالنجاح والتوفيق والى اللقاء مع الكاشف عن الشقوق القاعدية او الكاتيونات وهيكون معنا مجموعة ببيرة من الاسئلة بتقيس نواتج التعلم للكاشف عن الشقوق القاعدية وهنحاول نربطها ايضا بالانيونات في شكل السؤال وشكرا لحضراتكم كميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة